موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم من جديد في قناتكم كريبتو بنتليمان وقبل أي حاجة بنرحب باشتراك 10.000 مشترك وبنعيدكم أن نقدم كل ما هو جديد ومفيد في سوق الكريبتو لو دي أول مرة بتشاهد القناة فكريبتو بنتليمان هي قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية إدارة المحافظة الـ VIP عن بعد لو محفظتك أقل من 5000 USDT تقدر تنضم مجانا لقناة التليجرام المجانية اللي بيتم عليها طرح مضربات مجانية وبيقدر يحقق فيها 11% و1400% حسب التصويتات الواضحة أمامكم على الشاشة بتقدر تاخد اللينك من صندوق الوصف أو تقدر تعمل اسكام للبركود الخاص الموجود أمامك ومن خلاله تقدر تنضم للقناة الرسمية الوحيدة مجانا وتأكد أن انت على قناة الرسمية الخاصة بينا بشكل مجاني أما لو محفظتك أكبر من 8000 USDT فتقدر تنضم لإدارة المحافظة الـ VIP عن بعد بيتم من خلالها دفع اشتراك 3000 USDT بشكل مقدم وبيتم إدارة المحفظة عن طريق المعلومات المباشرة اللي بنقدمها لحضرتك عن طريق أهم المضربات المجانية والعملات المهمة في سوق الكريبتو بيتم من خلالها تقسيم الربحة عن طريق 60% لمحفظة حضرتك و40% بيتم إرسالها للمحفظة الخاصة بالقناة لو العرض بيهم حضرتك فاحنا ملناش إلا رقم واتس واحد هو اللي ظاهر أمامك على الشاشة أو موجود في صندوق الوصف تقدر من خلال تتواصل معنا بندرس وضع الخاص بالمحفظة بتاعة حضرتك ومن خلالها بنشوف الاتراحات السليمة اللي بتوجه المحفظة للربح بإذن الله لو بيهم حضرتك الاتصال تقدر تتواصل معنا عن طريق الرقم الوحيد الظاهر على الشاشة النهاردة عايزين نتكلم في حلقة مهمة جدا فهريت لنجاني الأهوة الخضرة ورقوا قلم وتركز معايا انتظرونا بعد الفاصل العملة دي أنا مصر دايما نحطها في كل حلقة لإني العملة دي هي تحدي فعايز أقول إن احنا كلنا في الفي اي بي شغالين على العملة دي ولو محفظتك أكبر من 8000 يو از تي تقدر تشترك معنا عن طريق رقم الواتس اللي موجود فيه صندوق الوصف وتنضم لينا لإن العملة دي فيها بمب المفروض هيحصل بعد تجميع قوية موجودة في الفترة الحالية بارتفاع 2000% عايز أقول إن يوم 24 يونيو 2022 حصل بومب صغير في العملة دي ب120% وهو ده الفيديو اللي أنا عملتول كل حقاتي فيه 50 ألف دولار ربح عايز أقول تاني إن قدامنا محفظتي إن أنا حاطتهم على التليجرام المحفظة الأولى خسرانة 75% من رأس مالها وصلتني من 102 ألف وصلتني ب27 ألف أو 26 ألف خمسمية من أخويا في السودان والمحفظة التانية خسرانة 80% من 41 ألف وصلتني ب8500 من أخويا أيضا في الله في ألمانيا وعايزين حاطتهم قدامكم تحدي عشان نشوف في الدورة دي هنقدر نوصلهم للربح إزاي ونرجحهم لرأس مالهم اللي كانوا عليه العملة دي من العملات المهمة جدا اللي فيها بمبات عالية زي ما انتوا شايفين بالشكل اللي متبغاجد أمامكم من الشرط أنا مش بعمله بإيدي ده شرط موجود فلو محفظتك مهم إنك عايز تخش في عملة قوية في الفترة الحالية اللي احنا فيها دي هتاخد رقم الواتس بتنضم معنا في المحافظة الVIP بدون ما ناخد منك باسفورد بدون ما ناخد منك ربط للمحفظة بتاخد إدارة مباشرة من بايرك ليك بشكل مباشر لمحفظتك وتعليماتنا بتوصلك بشكل مباشر ونقدر نعمل فيها أرباح جيدة بإذن الله تعالوا بقى نشوف حلقة النهاردة ونركز بفنجان القهوة والورقة والألم ورجعنا لكم من جديد ونشوف أخبار السوق حاليا احنا الماركت بتاعنا في التريليون 104 مليار 145 مليون 951 ألف دولار أمريكي اخر 24 ساعة حجم التدولات وصل ل 106 مليار 151 مليون 574 ألف دولار أمريكي بالنسبة الخاصة لاستحواز البيتكوين 41.53% النسبة الخاصة باستحواز الإسيريام 19.10% الكريبتو اللي موجود عندنا عدد العملات الرقمية لموجود 20388 عملة رقمية النهاردة نتكلم على عملة فانتوم ونشوف إيه اللي ممكن يحصل فيها وهل ممكن ترجع تاني لارتفاعاتها الـ 1000% مع ارتداد السوق ولا العملة انتهى بيها الوضع في المستويات المتدنية اللي موجودة فيها تعالوا مع بعض ونشوف العملة عملة فانتوم هي الترتيب الـ 59 في سوق العملات الرقمية حاليا بيتم التداول فيها أعلى 3 يعني 34 سن 33 في الرنجو ده يعني ممكن تقفل كمان الـ 35 طيب المستويات اللي كانت موجودة عليها العملة لو جينا نشوف الـ all-time high والـ all-time low فهنقول ان الـ all-time low كان 0.0019 اما الـ all-time high فكان 3.48 دولار يعني احنا ذاتي بنتكلم حتى لو وصلنا 35 سنة بنتكلم 10 أضعاف يعني نتكلم عند 3.5 دولار يعني لو قدرنا نحقق الـ all-time high هنبقى وصلنا بالفعل لـ 10X في عملة فانتوم عملة فانتوم خدت شغل كبير جدا وخدت شهرة كبيرة وخدت تريدينج عالي الفترة اللي فاتت بالطبع كانت فترة جميلة جدا بالنسبة للعملة دي وقدر الناس كتير يحقق فيها أرباح من أول إدراج هذه العملة في الـ coin market وفي السوق بتاعنا وخدت شغل كبير واستثمارات جيدة فنقدر ان احنا نفتح الموقع بتاع عملة فانتوم ولازم أول حاجة دايما بنتكلم فيها تقدر تطلع على الـ white paper تقدر تطلع على معلومات كتير على أي عملة انت محتاج انك تشتغل عليها وتقدر تاخد المعلومات اللي انت محتاجها الأول بحيث تقدر تحدد من نفسك إذا كان الـ smart في هذه العملة جيد أو غير جيد فأرجو أول شيء تطلع على الموقع الإلكتروني تقدر انك تحقق فيه كافة المعلومات اللي انت محتاجها تتواصل مع Team Support تقدر انك توصل مع الـ white paper انك تاخد المعلومات الجيدة تعرف العروض اللي موجودة عندهم الخاصة سواء بالـ staking او بالكميات اللي ممكن تقدر تستفيد بها من عروض كتير هما عملنا على الموقع الخاص الإلكتروني لهذه العملة انا اخدكم ونطلع على شرط لعملة فانتوم ونتكلم فيها ما تنساش انك تكون مسجل في التويتر الخاص بالعملة والتليجرام الخاص بهم لان اهم حاجة في سوق الكريبتو بنقولها اكتر من كذا مرة وفي كل مرة انك تكون عندك تويتر وتليجرام العملة اللي انت عايز تعمل فيها investment وانك تتابع تحركاتهم لان هو ده اللي بيدل لك اذا كان بجد في حياة في هذه العملة هل المشروع على الاقل فيه مصدقية ولا لا اذا لقيت ان الحساب على الاقل موسق الخاص بهذه العملة بيديك شيء من الطمأنينة وبيديك اتجاه جايز تقدر تعرف تعليقات انها تقدر تعرف حاجات كتير جدا ممكن تفيدك من التليجرام او تويتر الخاص باي عملة وليست عملة فانتوم فقط تعالوا بقى نشوف الشرط ونتكلم مع بعض ونشوف اماكن مهمة في هذه العملة تحقق لك العشرة اكس باذن الله طيب معانا عملة فانتوم زي ما انتو شايفين وانا واخده على شرط الاوكي اكس ومن خلال التليجرام هتلاقي اللينك الخاص بتسجيل في الاوكي اكس اللي عاملة حاليا عروض كويسة في عملية التخزين لعملات تقدر تكسب فيها في الوقت الحالي اللي احنا موجودين فيه فعايز اقول رقم واحد دلوقتي اول قاعة كان موجود عندنا هام في هذه العملة كان عند هذه النقطة الاولى وده كان عند التسعتاشر سنت اما هنقدر ناخد النقطة التانية وانا واخد الشرط الاربع ساعات يا جماعة عشان لو حد عايز يحب يتتبع معاي تمام فهنا احنا هنوصل للنقطة التانية ودي كانت عند الاتنين وعشرين سنت النقطة اللي موجودة بعد كده هنقدر نعرفها تمام وهي ان احنا نقدر نوصل لليه اللي يعتبر زي ما احنا مع بعض كده عند المكان ده موجود هنقدر نعرف ان احنا عند التسعة وعشرين سنت كان معانا موقع مهم جدا ايضا في العملة طيب يبقى التلات نقطة دول اللي انا عايز اشتغل عليهم مع بعض ونشوف ايه التحرقات بتاعتهم تمام فهنشوف كالتالي العملة حالين واخد تريند كويس تمام وفيها شغل كويس فمن التسعتاشر سنت زي ما انتشايفين كانت دي اصعب نقطة وصلت لها بدأت تكون وتعمل تجميع وتعمل ارتفاع وصلت للواحد وتلاتين زي ما انتشايفين هنا بدأ يبقى فيه تصحيح مع تصحيح السوق الاربعة وعشرين اقل نقطة وصلت لها عند الاتنين وعشرين خدت من الاتنين وعشرين ارتداد جيد جدا وبدأ السعود اللي انتشايفينه اختبار الخمسة وتلاتين ارتداد تاني تسعة وعشرين اختبار اعلى من الخمسة وتلاتين هبوط تاني لغاية التمانية وعشرين وبدأ الارتفاع اللي احنا كنا شايفينه مع بعض حاليا كل ده على الشرط اللي موجود معانا الاربعة ساعات انا كل اللي عايزوا ان احنا لو جينا بقى على الشرط الديلي طب احنا شرحنا منطقة اللي فيها التجميع السوارة دي شايفين بالطبع احنا زي قدرنا ان احنا نشرحها فدلوقتي حاليا هنتكلم بقى على العملة ككل ودي الشكل البياني اللي موجود قدامي عن عملة الفانتوم فاحنا هنقدر نعرف ان من التاريخ اللي موجود هنا من النقطة دي بالزبط وده هنقدر نشوف ان هو كان نفس القاع الوقت تسعة عشر اللي انطلقت منه العملة يعني لو رجعنا تاني هنا بصوا كان هنا في ارتكاز نفس الشرط اللي احنا حطينا اهو لو احنا مع بعض اهو بمكبر تاني اهو نفس الكلام نفس الارتكاز على نفس النقطة اهي تمام بعد كده تصحيح بعد كده صعود تاني فاحنا بنتكلم على منطقة مهمة اللي هي منطقة التسعتاشر سنت في عملة الفانتوم تمام هذه العملة حصل في ارتكاز بدأت تطلع ارتكاز تاني ومن هذه المنطقة اللي هي تعتبر تسعتاشر سنت بدأ الانطلاقة الاولى اللي انتوا شايفينها تمام من بعدها حصل هبوط تصحيح كان عند الاربعة وتسعين لان الارتفاع ده وصل معنا عند دولار وتسعين سنت الاول بعد كده حصل تصحيح عند الاربعة وتسعين يعني نزل بقيمة حوالي دولار بعد كده كان السعود الكبير الخاص بالعملة عند اعلى قمة ودستطلع تلاتة تمانية واربعين ثم تصحيح شديد جدا وصل بينا عند دولار عشرين ارتفاع ارتداد تاني قوي جدا تلاتة تسعتاشر وبعد كده الهبوط اللي احنا وجدنا فيه الحالي لغاية لما وصلنا بالشكل اللي احنا وقفين عنده في الاربعة وتلاتين النصيحة المهمة اللي هقدمها في عملة الفانتوم وايضا هنعمل حلقة تانية عن مضربة لايف في عملة فانتوم فاللي عايز اقوله الاول في هذه العملة المهم ان العملة دي قدامها وقت كبير عشان ترجع تاني تعمل الارتدادات الكبيرة اللي انتو شايفينها دي ولكن عملة زي دي انا دايما لازم يبقى عيني عليها لان في اي لحظة ممكن تتحرك معايا بارتفاع قوي زي ما انتو شايفين مع الصبر بالطبع وانك تبقى عندك امكانية انك تصبر في السوق عشان تقدر تحقق ارباح هتقدر انك تعمل معاها ارتفاعات جيدة ومع الالتايم هاي من هذه النقطة اللي احنا شايفينها مع التجميع القوية اللي احنا شايفينها دي وافضل تجميع اشوفناه يعني مع بعض كانت التجميع الخاصة بشيبة فاحنا النهار دا عندنا خط عرضي ماشيين في خط عرضي وتجميع تجميع تجميع احنا واشيين على ديلي دلوقتي الشرط بتاعنا ديلي التجميع ده ممكن يحصل انطلاقة زي النقطة دي بالزبط هنيجي هنا هو من نفس المكان يعني احنا هو وقفين عند قريبين من نفس المكان هيطلع شوية بالزبط ممكن عند الخمسينات ينزل يعمل ارتكاز من بعد الارتكاز ياخدك ويطلع بيك تاني عند على الاقل واحد تسعين سنت عملة مهمة جدا عملة بنتكلم فيها في ترتيب من اوائل الميت عملة متقدمية عند ترتيب التسعة وخمسين الستين في ترتيب سوق العملات الرقمية ترتيب لا يستهن به الزيادة اللي فيها خلال اخر 24 ساعة كان البقيمة 5% حجم التدولات فيها الفوليوم بتاعها عالي وكويس وصل 48 مليون فلذلك انا بهتم جدا اني اشوف العملة اشوف ايه تحركاتها واستضها من القاع مش اجري وروح زي الناس يعني التانية اللي تطلع عم تطلع عند التلاتة يقول لك يا سمعت عن عملة اسمها فانتم اه طب يلا نشتري فيروح شاري فينزل في هذا المستوى السيء بالطبع ولما بتيجي تقول للناس تحصل ارباح من محفظتها وما يصدقكش يقول لك لا مثل عملة طلع عشر دلار تقول له عم حصل ارباح وطلع فلوس يقول لك لا انا عايز مستني العشرة والعشرين والتلاتين طبع بينزل بالسوق كل اي مكسب حتى لو حققه شافه قدام عينيه كله بينزل عليه خصارة من تحت وبيضيع ممكن رأس ماله كمان مع بالطبع الضياعة ده ما بيكونش عنده وقت للصبر ولا للتحكم في المحفظة بشكل بسيط بتضيع منه كل المحفظة احذر الناس من اللعب في الفيتشر احذر الناس يعني من عقود الاجلة احذر الناس يعني كل الاخبار بيجيني الحزينة عن اخوات لينا بيتغروا بالسوق وبيخشوا وبلعبوا في الفيتشر وبلعبوا في حاجات كتير جدا بيقد بيهم حقيقي الخراب بالبيوت فارجوكم تجنابوا هذا يعني مش عايزة اقول كازينو تمام ولكن هذا الخطر الرهيب على كل الناس المبتدئين اللي بتطمع في الربح العالمي الفوري ارجو انك تحذروا واشتغلوا على السبوت اشتغل عند حاجة اسمها حط عندك ستوب لوز تقدر تعمل الشراء على اوبن اوردر تقدر تحط بيه على اوبن اوردر حتى لو نزل بيك السوق زي مثلا فانتو ماينازلة كلها في الارض وبتجمع حتى لو نزل السوق فانت لسه مثلا المليون عملة اللي انت شاريهم لسه موجودين مرحوش منك ولسه انت مرحتش خالص بعيد فلذلك احذروا هذه يعني الادوات اللي ممكن تخرب بيوت ناس وتضيع فلوسهم في لحظات معدودة كنتم مع قناتكم كريبتو بنت ليمان دمتم في رعاية الله وامنه كنتم معاكم اخوكم في الله الدكتور ياسر تحياتي ليكم جمعة مباركة اتمنى للجميع باذن الله الخير وتوفيق ما تجروش ورا الخط الاخضر انتبهوا واشتروا وقت اللون الاحمر ضروري جدا النصيحة دي احنا بنتكلم مع الناس ضروري تشتري في الوقت الاحمر تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة